تعمل جماعة الحوث على إلهاب مشاعر الثأر في نفوس هؤلاء كما تحاول الدفع إلى تفريغه في محافظة تعز المحافظات التي تشن ميليشيا الحوث وصالح الحرب ضدها منذ ما يقارب العامين عبر مقاتلين تستقدمهم من المحافظات الخاضعة لسيطرتها تستفيد هذه الجماعة من نفوذها في المناطق التي كسرتها وحولت أغلب المواطنين إلى أتباع لها ومجرد مقاتلين في صفوفها منافع التدمير الأخلاقي بالنسبة لحرب جماعة الحوث وصالح أكثر من الخسارة العسكرية حيث بدأت باقتحام المنازل ونهب مقتنيات الخصوب واختطاف وتغييب وتعذيب المخفين قسرا في معتقلاتها السرية في تعزق غيرها من المدن واليوم تواصل الميليشيات هذه الحرب بطرق أكثر عدائية حيث تعمل على تسخير منابرها وأدواتها الإعلامية كالمساجد والصحف وقنوات التلفزة ورجال الدين تدفع بهم إلى تبني نهجها ودعم فكرة حجد المقاتلين من محافظة عمران وصنعاء والحديدة والدفع بهم إلى جبهات القتال في محافظة تعز هذه الحرب تمثل زمنا بات القتل المعنوي فيه للأعراف والقيم القبلية وما تبقى من فكرة الدولة هو الصارخ على أيدي جماعة الحوثي وصالح بل يتجاوز طموحها الذهاب أبعد من هذا حيث تهدد النسيج الاجتماعي كما تترك آثارها السلبية المستقبلية على الجيل القادم الذي قد تصيبه بشروخ عميقة لا يمكن تجاوز آثارها السلبية بسهولة تواصل جماعة الحوثي تغذية الصراعات والعمل على نهش المجتمع في صميمه الاجتماعي كقتل النساء وتجنيد الأطفال بالإضافة إلى احتلال مرافق الدولة والتمركز فيها وتحويلها إلى ثكونات عسكرية كان من مميزات هذه الحرب ربما أنها لم تقترب بعد من مناطق محرمة تركها الصراع بعيدة ولم يجري تحويلها إلى قتال مناطقي وإن كان موجودا أو له مؤشرات لكنها غير معلنة اليوم وبعد هذه المهمات التي يقوم بها قيادات في الجماعة كأبو علي الحاكم وبعض الزعماء القبليين من الأسماء المرتبطة بالجماعة الإنقلابية تعمل على تعزيز فكرة الحرب على أسس مناطقية جهوية يدفع بما تبقى من الوضع إلى مناطق أكثر حساسية وأكثر خطورة ترجمة نانسي قنقر